وافتكرت يوزبر لما ديترش كان بيكلم رومان في حياتها الأولى بعد ما ماتت يوزبر وحصلهم كواناش ساعتها قال ديترش للسحر ان هو سمح لقيقتل يوزبر لان هو وعده ان قوة امبراطورية رادون هتركع تحت رجله وكلموا ساعتها عن قوة يوزبر ما كانتش فهمها بس اللي هي فهمته ان القوة دي كان لها علاقة بصرية عاليتها الملكة وصرية عالية فرن وخافت يوزبر يكون الحاجة اللي هي مش عارفها دي تخلي الفرصة التانية لحياتها ملهاش لازمة رجعت لكم ببارت جديد من يوزبر وكواناش زي ما طلبتم اتمنى بقى الملخص يعجبكم يلا بنا نكمل اعتذر الله كواناش وقال لها ان هو ما كانش بيحاول يكفى عنها المعلومات هو بس كان هيقول لها كل حاجة لما تبقى كويسة هو كان عايز يحميها من الفوضى دي كلها بس كل اللي حصل لها ده هي نتيجة افعاله في النهاية صغربة يوزبر هو ليه بيلوم نفسه وسألته ازاي ده حصل لها دايب وغلطته هو ما يدع عنها كواناش وقال لها وهو خجلان من نفسه ان هو قتى النسك سيرة جدا عشان ياخد العرش ده وفي النهاية هي اللي بتعاني من النتاكة افعاله تبعش عادي وكان شاكيك بقى له فترة طويلة ان في بعض النبلاء الفزدين ناجوا من الثورة وكان عارف ان هما هيرجعوا تاني بس هو اختار يركز على تحرير العبيد وركز ان هو يبني المملكة تاني بدلا ما يضي عليهم بالكامل بس دلوقتي عارف بعض اللي حصل لها ان ده تمان تردده قايتلي يوزبر بسرعة ان دي مش غلطته وكانت هتقوله ان اللي عمل فيها كده بيشتغل مع أخوها هو ماروش علاقة بالامبراطورية سخافة يوزبر انها لو عملت كده ساعيتها هتكشف نفسها جاسوسة ديترش وساعيتها ممكن الحقيقة دي تحسس كواناش بالغدر وكمان ممكن يبعد عنها كواناش اتردد يوزبر ساعيتها وخافة ان ده هيحصل لاحظ كواناش ايه ده وهي بتتراش وراح مسك ايه ده وحطها على خد وهو بيقول لها ان اهم حاجة بالنسبة ليه انها تبقى جنبه وترجعت وعده تفضل جنبه لما شافت يوزبر كواناش متقلم قوي كده لان هو حسس بالزم وقررت انها تقوله لانها مش عايزها يعيني لوحده كده ويفضل يلوم نفسه وراحت قايت له يوزبر وهي بتعايت كل حاجة قايت له انها كتبت عليه وان رومان ساحر بيشتغل طبع اخوها وقعت له كمان ان اخوها بعطها للنبراطورية كمفتاح الحرب عشان كده هو بيحاولي قتلها حضنها كواناش وسألها مادم هي عارفة كل ده من الاول ليه ما قتلوش وطلبت منه المساعدة ردت عليه يوزبر انها خبت عليه لانها ما كانتش عايزة تسيبه لطفه معاها خليها سعيدة جدا لدرجة انها حلمت بتكوين اسرة معاها ونسيت الواقع ولما ما كانش قدامها حل غير انها تدرك واقعها ده كانت خايفة جدا كانت خايفة جدا تكشف عن المؤامرة وفيكشف تترش عن سرها ورحت قالت يوزبر لكواناش انها مش بتخلف لان الاوصياء مش بينجبه وحاولت تشرح له انها لما عرفت حاولت تقوله بس ما كانش عندها الشجاعة تكسر التحالف بين البلدين ولما حبيته حاولت تقوله عشان ما تكونش بتخدعه بس مجرد ما عرفت اهمية انه هو يكون عنده عيلة خافت جدا تقوله قرب منها كواناش وهو مبسوط انها قيت لكل حاجة وقال لها انها الشخص الوحيد اللي فارق معي وبالنسبة للوريس ده ما كانش شرط ابدا في جوازهم وقرب منها كواناش وهو بيقول لها انه هو بيحبها قد انته يوزبر وهي بتعيط لانها خايفة جدا تلاقي نفسها بتحلم وخايفة تصحى من الحلم ده وتلاقي نفسها فقدت كل حاجة ساعتها طب منها كواناش انها مش بتحلم ونقبله بعض وتاني يوم بعد مخلص قربه من بعض قايت له يوزبر يقول لها كل حاجة حصلت من ساعة هروب رومان ويقول لها هو هروب ازاي وهم اللي اتنين هيفكروا مع بعض لحد ما يوصروا الحل اتردت كواناش لانه هو ما كانش عايزها تتعرض للخطر تاني ولما لحظت يوزبر كده مسكت ايده وقايت له انه هو لازم يخليها تساعده على اقل كزوجة الامبراطور فرح كواناش جدا بكلامها لما قالت انها هتساعده كزوجة الامبراطور وده يقول لها كل حاجة حصلت بالتفصيل اول ما عرف كواناش ان رومان هرب امر الحراس ان هما يقفروا بوابات القلعة على طول ورغم كده هرب فدلوقتي بيتم استجاب كل المسؤولين عن الحراس لان ما فيش حتى ولا اثر يضلهم عليه والمرعب اكتر بالنسبة لكواناش ان ما جاش في دماغه خالص لهو ولا الحراس ان رومان ده ممكن يطلع ساحر الا بس لما قالت يوزبر فكرت يوزبر شوية وافتكرت لما النباتات وروها الساحر وهو واقف جنب عربية مليانة بالجسس وراحت قالت لكواناش على طول انها ممكن يكون عندها معلومات تساعده في تحديد مقوعه وراحت حكيت له على كل اللي شافته في الغابة وعن الجسس وعيد له ان الجسس دي غالبا لناس ماتت بسبب الوباء لان اطرافهم كانت زي الحجارة وسألته لو فاكل لما كلمته قبل كده على ان البشر ليهم قدرات معينة بس على السعب المانا بس في نفس الوقت رومان سيحركوي جدا رغم ان برضو قوته ما ينفعش يتعدي حدود البشر عشان كده هي متأكدة ان هو بيستعمل الجسس دي عشان يعمل بيها تقوص محرمة التقوص دي هتعزز قوته وتخليه اقوى تفاجئ كواناش لان المفروض اللي ماته بسبب الوباء اجسادهم موجودة في المعبض وده معناه ان الرومان عنده شركاء بين الكهنة رد عليها كواناش ان التحرف بين امير من دولة تانية وساحر مشبوه مش كفاية عشان ياخد دعم الناس كثير كده تساعدوا من الامبراطورية بالذات ان النبلاء الاصليين والكهنة حذرين جدا من تأثير الاجانب وبيقدروا ان شرعية فوق اي حاجة في زي بيساعد رومان معلشان كده افتكر في الاول ان الرومان دا ليه علاقة بالعائلة الحكمة السابقة وان كل دا من تخطيطهم هم لان دا السبب الوحيد اللي ممكن يخلي النبلاء يساعدوه في النهاية ان النبلاء مالهمش جل مصلحتهم والامتيازات اللي ادتها لهم عائلة فرن السابقة مخليهم عايزين يدعموا اي حد باقي من العائلة الملكة وحتى لو ظهرينه قدامه ان هما خايفين منه ومش دامن هما بيعملوا اي من وراء بس الكهناش في نفس الوقت كان متأكد انه هو قتل كل افراد العائلة الملكة السابقة اي حد عينه بنفسك وشعره ابيض هو تأكد انه هو قتله ان دا معناه ان الشخص دا من العائلة الملكة السابقة اول ما سمعت يوزبر من وصفات العائلة الملكة اترعبت انها افتكرت مواصفات السحر اللي بيشتغل مع اخوها والسحر دا اللي هو رومان ليه نفس المواصفات دي وراحت قامت بسرعة وقاية لكهناش ان رومان عنده شعر فضي وعينه ارجوانية دا معناه ان دا ترش اخوها ورومان مش بيسعده بعض عشان رومان عنده سحر لأ دا عشان رومان هيكون سبب قوي اول الحرب والسبب دا هو استعالة امبراطورية فرن عسيت يوزبر انها كانت سازجة جدا انها كانت عارفة كل دا ومع ذلك مربطتش الامور ببعضها ولوقيت فضلت الامور ماشية بالشكل دا حياتها الحالية مش هتفرق كتير عن حياتها السابقة وافتكرت يوزبر لما دا ترش كان بيكلم رومان في حياتها الاولى بعد ما ماتت يوزبر وحاصلوا مقواناش ساعتها قال دا ترش للسحر ان هو سمح لويقتر يوزبر لان هو وعده ان قوة امبراطورية رادون هتركع تحت رجله وكلمه ساعتها عن قوة يوزبر ما كانتش فهمها بس اللي هي فهمته ان القوة دي كان لها علاقة بصرارة عاليتها الملكة وصرارة عالية فرد وخافت يوزبر يكون ان حاجة اللي هي مش عارفها دي تخلي الفرصة التانية لحياتها ملهاش تازمة في نفس الوقت دا في بيت عالية هاورد العيلة اللي وقفت في الصفوف الأولى لمساعدت كواناش ياخد العرش والعيلة برضه وإليزبر اتخلقت مع دقة العيلة دي قال مهم اتخلق الدق مع الدق وقال لها انها لو كانت عرفة تخلي الامبراطورة تحت سيطرتها ما كانش هيعودوا يستدعوه في القصر مع بقيته انه بلق للتحقيق كده والدوق عمال يتكلم ويتخانق جيه رومان من وراه سأله هو ليه خانه لاحظوا الدوق ورد عليه وهو ما رأوب انه هو مش حيمشي في نفس الخططه دي تاني ابدا تعصب رومان لان الدوق تعاون معه في خططه من الاول ومجرد ما خزنيته تمارد من فلوس الناس اللي بتطلب الدور مرض التصلب وراح اتخلنا عنه لما هو احتاجه وراح شده رومان من شعره بعصبية وقال له انه مش هو بس اللي بيشتغل معي ومعظم النبلاء الكدامى بيشتغلوا معي وبيسندوه علشان كده سواء بيقردته او من غيرها هيساعده واستخدم رومان السحر بتاعه وصحره عشان يشتغل معي وبعد ما صحر رومان الدوق داخل واحد تاني مش معروف القوضة واصروا الرومان وهو مبسوط وقال له انه خلاص الدوق بقى معاهم ورايب قوي هيساعدوا حقهم اللي هم اتولدوا بيه في نفس اليوم ده بقى بالليل لما نامت يوزبر قتلها روح الغابة بهار واختبرتها وعيشتها في وهم ان كل اللي هي فيه دلوقتي ده حلم وانها رسا روح بعد ما قتلها اخوها وشايف الحرب تاني صدمت يوزبر في الاول اول ما داخلت الحمل انه هو كان زي الواقع بالزبط بس لما شافت يوزبر ان فيه بنت صغيرة بتعايد جنب اهلها اللي اتقتلوا والجنز يقرب منها علشان يقتلها جريت عليها يوزبر بسرعة وحميتها بنفسها جريت على البنت وهي بتردد ان لو كان اللي هي فيه ده كله حلم هتوقع تكرره لحد ما يبقى حقيقة وهتفضل تحمي الناس البريئة وتحمي الناس الغالية عليها ساعتها ظهرت لها روح الغابة بهار وهيطلها انها كده اخترت طريق معاناة تاني بس مع ذلك اختيارها ده هو السبب المخليهم يسيبوا مصيرهم في روح يوزبر ومن النهاردة هيكوزوا فيها قوة الغابة كاملة القوة اللي هتحميها وهتسلحها قدام رومان وتاني يوم لما سيحيت يوزبر ما كانتش فهمها وإيه الحلم ده بالزبط مفروض ان قوتها في امبراطورية رادون أقل بكتير لما كانت في أكاية وكمان ما فيش اي سجلات لأي واصل قبل كده حلم بالروح الغابة بهار وراحت جابت يوزبر قصيصة زرع ودخلت فيها قوتها عشان انسارعها تنبط بس حسيت فجأة انها بتفكت قوتها وبتنام وشوية بعد ما نامت يوزبر داخل عليها كواناش وصحها تغربت يوزبر انها نامت بس ألها كواناش ان ده ممكن يكون حصلها بسبب استخدامها للسحر لان فيه نبات نبات في أساسة الزرع بس يوزبر لقيت حقيقة الزرع نبتت في رحة يوزبر جدا لان الزرع نبتت بسرعة قوي بس وهي بتقرب من الزرع لاحظ كواناش ان فيه حاجة غريبة في الزرع ورحبسك كواناش يوزبر وبعدها عانا على طول وإحساسه كان صح لان الزرع كبرت جدا وبقت شجرة كبيرة قوي بأخصان قوية أخصانها لفت القوضة كلها قد يوزبر وكاناش على السرير بعد ما قدوتهم اتدمرت وفضلت تحكيله على حلمها وكانت يوزبر مبسوطة جدا لانها حاست ان اللي حصل لها ده مواجزة قرب كواناش من الشجرة وقال لها ان هو حاسس ان الشجرة دي مختلفة قوي ردت علي يوزبر وهي مبسوطة جدا ان هو عنده حق الشجرة اللي هي عملتها دي الحقيقة نضبضة فيها مش مجرد خشب لا شجرة طبيعية بس ان الموها سريع جدا الشجرة دي هي اقوى واحدة عملتها على الاطلاق وكميت وهي متحمسة جدا ان ده ممكن يكون دليل على انه بهار معاها ده جير كمان انها قلت لها ان مصير يدعلم بين ادها وجريت علي وهي بتقوله انها مبسوطة جدا انها هتقدر دلوقتي تكون ند الرومان فرحت جدا انها اخيرا هتبقى مفيدة وراحت حضنته يوزبر وهي بتقوله ان هو لازم يحتفل معها بالانجاز ده بس كواناش دول كلام يوزبر ما كانش يباين عليه انه هو مبسوط لا بالعكس تماما انسيكت وهو بوصص على الشجرة بس رمى حضنته يوزبر قالها انه هو سايت عشانها ولما جيه الليل سحيت يوزبر على حد واقب جنبها اتمنى يكون ملخص عجبكم لسه في حلقة كمان من يوزبر وكواناش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة